الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأم مرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج فإقام الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو أول ركن عملي والصلاة هي عمود الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فهو العمود الأساس وهو الركن الأساس من ترك هذا العمود ومن هدمه فقد هدم إسلامه ولا يوجد عمل في الإسلام تركه كفر إلا الصلاة كما كان يرى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين الرجل وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة وقال العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك لذا كان حري وكان واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أحكام الصلاة بل هو أول واجب يجب أن يتعلمه حتى الصبيان وحتى البنات في صغرهن إذا بلغوا سن التمييز لابد أن يتعلموا كيف يتوضؤون وكيف قبلها يتطهرون وكيف يصلون ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سنتكلم في سلسلة عن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها فأولا ما هي شروط الصلاة وما الفرق بين الشرط وبين الركن وبين الواجب شروط الصلاة هي الأشياء التي كلفنا الله بها أن نفعلها قبل الصلاة فشرط صحة لأي عبادة هي الشرط الذي ينبغي أن يأتي به الإنسان قبل أن يدخل في العبادة أما الركن هو صلب العبادة الشيء الذي يكون في أثناء العبادة فمثلا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة لابد لك أن تتطهر قبل الصلاة تكبيرة الإحرام ركن أركان الصلاة تفعلها أول ما تدخل في الصلاة فهي في صلب الصلاة وكل من الشرط والركن إذا تركهما الإنسان عمدا بطلة الصلاة أما الواجب هو الشيء الذي إذا فعله الإنسان في الصلاة متعمدا بطلة صلاة أما إذا تركه ناسيا يجبر بسجدتي أسهو وشروط الصلاة تسعة أي شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة أبدا إلا بالإتيام بهذه الشروط التسعة وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وسطر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية أول شرط من هذه الشروط الإسلام لأن الكافر عمله مردود ولا يتقبل منه عمل مهما عمله من الصالحات ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم والدليل على ذلك قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل قال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة هذا في حكم الآخرة أما في الدنيا إذا عمل الكافر من الأعمال الخيرة يجزى بها في الدنيا يجازيه الله سبحانه وتعالى عليها ويكافئه في الدنيا أما في الآخرة ليس له عند الله شيء فإذا لابد للكافر لكي يقبل منه أعمال عند الله أن يدخل في الإسلام أولا فالشرط الأول هو الإسلام أما الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهي العقل وضد العقل الجنون المجنون حتى فالمجنون ليس مكلفا بالصلاة حتى يرد الله له عقله والمجنون لا يتقبل منه أي عمل من الصالحات الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة التميز التميز هو أن يميز الطفل الصغير بين الحسن والقبيح ويميز الأشياء يعني لو أعطيت له جمرة جمرة حجارة يعرف أنها حجارة لو أعطيت له تمرة يعرف أنها تمرة تؤكل وقال العلماء في حد المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب إذا تكلمت معه يفهم ما تقول ويرد عليك بالجواب المناسب هذا هو المميز وحده بعض العلماء بسن وهو سن السابعة فحد الصبي المميز أو البنت المميزة سبع سنين فإذا تم الولد سواء كان ذكر أو أنثى تم السبع سنوات يأمره أبوه أو أمه عند إذن أو وقت إذن بالصلاة فحد الصبي المميز سبع سنين وقد يميز الصبي قبل ذلك فمن الصبيان أو من البنات من يميزون قبل ذلك يميزه عمره ست سنوات فالمهم إذا بلغ سن التمييز يأمره والداه أو أحد والديه بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فالأمر هنا الأمر للآباء أما الإبن الصغير ليس عليه شيء إذا ترك الصلاة إلى البلوه لأن القلم مرفوع عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منها الصبي حتى يبلوه ولكن الأب هو الذي يأثم أو الأم هي التي تأثم إذا لم تأمر أو إذا لم يأمر الإبن بالصلاة فالخطاب هنا للأبوان وليس هناك عبادة في الإسلام أمر الإنسان بضرب الولد عليها إلا الصلاة لأهميتها وعظمها في شريعة الإسلام فإذا شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز ثم بعد ذلك عندنا شروط أخرى نكملها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك